كتبوا النهاردة أردوغان في النيويورك تايمز مقال عبارة عن استجداء واستعطاف أردوغان للولايات المتحدة الأمريكية رجع للشعب الأمريكي بيستجدي ويستعطف ويقول لهم حقكوا علي ده احنا حباين أنا غلطان أنا ما ببالغش والله والله أنا مش ببالغ أنا أرى لكم مقتطفات من هذا المقال اللي كتب اليوم في صحيفة النيويورك تايمز كتبوا أردوغان بنفسه كاد أن يبكي كاد أن يبكي للمواطن الأمريكي والشعب الأمريكي الحقوني ده أنا طول عمري وقفت معاكم طول عمري تركيا بيتحارب جنبكم اللي بيتكلم على أمريكا قول دولة استعمارية ودولة بقالها بتلتمائة سنة وإحنا دولة حضارة كتب في نفس اليوم مقال بيشحت من أمريكا ويطلب منهم الصفح والغفران شوفوا بيقول إيه يقول أردوغان نصا في مقالته النهاردة وأرجوك رجعوا أروها على مدى العقود الستة الماضية كانت تركيا والولايات المتحدة شريكتين استراتيجيتين وحلفاء للنيتو لقد وقف بلدينا جنبا إلى جنب ضد التحديات المشتركة خلال الحرب الباردة وفي أعقابها وأضاف على مر السنين هرعت تركيا إلى مساعدة أمريكا عند الضرورة ضح جنودنا الأتراك بدمائهم في كوريا في عام 62 تمكنت إدارة كندي من دفع السوفيت لإزالة الصواريخ من كوبا عن طريق نشر صواريخ من إيطاليا وتركيا في أعقابها جماعة 11 سبتمبر الإرهابية عندما اعتملت واشنطن على أصدقائها وعلفاء الرد على قوى الشر أرسلنا قواتنا إلى أفغانستان للمساعدة في إنجاز مهمة الناتو هناك بيقول إن شراكتنا قد تكون في خطر بيقول دلوقتي بيشعد وأرضف أردوغان في 15 يوليو 2016 تم تعرضت تركيا للهجوم من قبل أعضاء مجموعة يقودها فتحالة جولن الإرهابية من مجمع في ريف ولاية بنسلفينيا حاول الغولانيون تنظيم انقلاب دمو ضد حكومتي في تلك الليلة هرع الملايين من المواطنين العاديين إلى الشوارع انطلاقا من الإحساس بالوطنية على غرار ما فعله الشعب الأمريكي بلا شك بعد هجمات 11 سبتمبر وتابع توقع الشعب التركي أن تدين أهلولايات المتحدة الأمريكية الهجوم بشكل لا لابسة فيه وأن تعرب عن تضامنها مع قيادة تركية منتخبة لم تفعل ذلك رد فعل الولايات المتحدة كان مخيبا وغير مرضي وأرضف مصدر آخر للإحباط بولوما أنا محبط يتعلق بالشراكة بين الولايات المتحدة والمنظمات الكردية وهي مجموعة مسلحة مسؤولة عن مقتل آلاف المواطنين الأتراك بيقول لهم لقد شاركت حكومتي مرارا وتكرارا في مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وأنا الأواني أنتم تساعدونا من جديد ده مين؟ ده أردوغان النهاردة بتاريخ النهاردة في صحيفة نيويورك دايمز بيستجدي أمريك يبقى الخطاب بتاعه اللي مبارح كان موجود يريد تجيبونا مقتطفات منه بيتكلم بيقول أنا معي الله وهم معهم الدولار هم دولة بقالها تلتميت سنة بس بلا حضارة وإحنا دولة أصحاب حضارة وأنا 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 ومن تحت التحت ده كلام ده باللغة التركية للأتراك في تركيا أما للأمريكان يبقى لهم جواب زدوت من خلال مقال في نيويورك دايم يقول لهم أنا غلطان أنا حبيبكم أنا